بسم الله الرحمن الرحيم أحبائي طلوب الثانوية العامة والأزهر أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة وبرنامجكم مدرسة على الهواء أحبائي النهاردة إن شاء الله مع بعض هنناقش الوحدة الخمسة اللي هي عنوانها طبعاً وحابب أشكر الأول كل الطلبة اللي هي بتهتم بالواجب وبتعمل طبعاً كل اللي احنا بنقول عليه ويعني أكيد أنا بتابع وبشوف كويس قوي وأكيد هيبقى فيه فرصة إن شاء الله ويعني نحن نقول برضو كل أسماء فالناس بتيلعش يعني يكفي إن احنا برضو فعلاً بنحل يعني وعد برضو بإذن الله هقول الأسماء عشان برضو نس كتير جداً عايزين نقول الأسماء حاضر حاضر بس أنا كل المشكلة بتعرفين الوقت ما بكفيش أصلاً فبحاول بقدر إمكان يعني إيه أبقى سريع شوية في الشرح تمام؟ إحما أخدنا يمكن الحلقة اللي فات وإلا قبلها كنا نتكلم فيه الوحدة الرابعة اللي هي بتاعت إملي ديكنسون واتكلمنا كان درس جرامر كان مهم جداً اللي هو كان وكان يمكن يعني خد مننا وقت كبير قوي يمكن ما قدرناش تناقش الجزئية بتاعت الريدينج ولا الليسنينج بشكل كويس أو ما تتكلمناش عنهم معناها صح ولكن ده مش ما يمنعش إن أنا إن شاء الله في الحلقة الجاية بإذن الله هجيب تمرين كتير قوي بإذن الله تغطي الوحدة بس إنتوا ذكروا الكلمات وأنا هبدأ من يمكن إذن بعد إن شاء الله هبدأ إن أنا يعني أكمل باقي الشرح ده على الصفحة برضك بإذن الله يعني هتلاقوا دايماً رابط كده يتكمل بها الشرح بإذن الله مع بعض عشان برضو الوقت هنا ما بكفيش اتفقنا يا حباي؟ تشوف كده سريعاً مع بعض زي ما قلت الوحدة بتاعتنا اللي هي بتتكلم على Work Life Balance اللي هو التوازن ما بين طبعاً العمل والحياة أكيد كنا طبعاً إحنا كطلاب ثنوية عامة مناش شغل شاغل أبداً إلا فكرة نحنا نذاكر لكن ده ما يمنعش إن إحنا برضو يعني يعني إن إحنا نقوم شوية كده ونرفع عن نفسنا على أساس برضو يعني نعمل كده ونبقى نشطين شوية ونرجع تاني نشتغل لكن المذاكرة ثم المذاكرة ثم المذاكرة طوال الوقت طبعاً وزي ما قلنا علمياً يمكن كل خمسين دي الناس برضو ترفع عن نفسها لمدة عشر دقايق تمام؟ وعلى فكرة يعني هنلاقي بعد كده على كل الأنشطة التانية والحاجات التانية اللي بتاخد دينا وقتنا هنلاقيها بعد كده لكن أنا بنصحك طبعاً موادكو كتيرة يعني محتاجين إن إحنا فعلاً نذاكر أوكي؟ تعالوا نشوف كده يا حباء لوحدة بتاعتنا مع بعض بتقول As you can see بتقول لي listening text طبعاً أول على طول بتكلم على work life balance سريعاً في بعض الناس بيتكلموا عن خبراتهم يعني فهناخد خمس أشخاص كل واحد فيهم بيتكلم عن يعني إزاي بيعمل balance ما بين العمل وما بين الحياة فعندي speaker 1 بيقول I am a freelance writer I have just had my first child واضح كده إنها a woman واحدة سيدة بتقول I am a freelance writer كلمة freelance writer على فكرة رايتر المعروف إنها كاتب وطبعاً كلمة freelance اللي هو حر يعني إيه؟ يعني حد ما بيشتغلش في شركة أحبائي ما بيشتغلش مثلاً في دار نشر معينة لا هو يعني his or her own business يعني منجور يعني يعني بالضبط كده هو الشخص مدير نفسه معنا صح فكلمة freelance زي ما قلنا معناها حر تمام كده I have just had my first child بتقول لنا I have just had my first child She got a baby يعني So I am too busy to go to work واضح جداً إن هي مشغولة تذهب لعمل يعني هتلاحظوا القاعدة بتاعت تو صفة تو زائد مصدر تمام؟ تو صفة تو مصدر طبعاً دي بنسبة لنا بتدي معنى النافي يعني لما تقول مثلاً I am too busy to go يعني أنا مشغول لدرجة إن ما قدرش أروح الشغل every day تمام؟ يعني صحيح نحن بنستخدم طبعاً دي موجودة عندنا في الجرامر الجزئية الخاصة بالقاعدة بتاعت تو اللي احنا شايفينه دلوقتي وتو التانية وما بينهم الصفة وبعد كده عندي المصدر أكيد طبعاً تو صفة تو مصدر بتدي معنى النافي هنا في الجملة she can't go to work every day بترشد الحشغل بتاعها كل يوم أوكي؟ طيب عشان كده بتقول what I like about my أو about freelance work is that you can choose how much work you want to do بتتكلم طبعاً في بعض المزايا وأكيد طبعاً فيه disadvantages بعض العيوب لإنك تشتغل أو تبقى freelancer إنك تبقى حر يعني بالنسبة للشغل بتاعك what I like about freelance work الشيء اللي بحبه فيه freelance work is that طبعاً لاحظوا كل الكلام ده كده what I like about freelance كل ده يعتبروا إنه هو ده السابجكت بتاع الجملة الفيربي بتاعها هبه هو كلمة إيه؟ is that is إيه بقى that لما قولي الذات يبقى لازم أكمل بجملة كاملة that you can choose how much work you want to do ركزوا كده هنركز كده طبعاً كلمة work uncountable يعني لا تعد وعشان هي أصلاً لا تعد فانا باخد كلمة much ما ينفعش أقول how many work شطار وإنه how much work you want to do كمان ركز إنه أصلاً do work مش كلمة make work يعني هنا do مع كلمة work فقلنا تاني what I like about freelance work اللي بحبه طبعاً بخصوص العمل الحر that هو إني you can choose ممكن تختار كمية العمل اللي ممكن تأديه how much work you want to do before my son was born قبل ما ترزق بالبيبي يعني I worked very hard تمام؟ لحظة باتكلم على past فاستخدم طبعاً التصريف التاني I worked very hard sometimes I worked so hard that الناس تخلي بالها مش بالضرورة كلمة sometimes يعني دايماً تبقى present لا أنا ممكن طبعاً أستخدم الكلمات دالة أو على التكرار يعني أو الhabits زي ما أخدنا قبل كده اللي هي الadverbs of frequency اللي هي ظروف التكرار always or sometimes usually والكلام ده ممكن أخليه في present أو في past مفيش مشكلة أبداً المهم الزمن بتاعي بيقول I worked واضح هنا إضافة ال-ed وضحنا إن الكلام في past فبتقول طبعاً أحياناً كنت بعمل يبقى بشتغل so hard that قاعدة تانية هنقشها في الجرامة الأحبائي لها so صفة that so hard that ذات إيبقى I had to work طبعاً that بعد هي أكمبيليت سنتنس جملة كمان I had to work طبعاً had to كان أصلاح في present كان كلمة إيه شطار كلمة مصد أو كلمة إيه بقى كلمة have to طب يترك المصد والhave to طبعاً ما كانت مضطرة بقى غزباً عنها يبقى أكيد كان كلمة have to تمام لكن طبعاً مصد احنا يمكن وضحنا الفرق وقلنا إن كلمة مصد بيبقى الزام داخلي ولكن have to بتبقى إلى حد ما مضطرة إنها تشتغل فإذا كان بتقول كنت مضطرة أشتغل لوقتي بتأخر من الليل يعني يبقى كان أكيد فيه إطرار فقلنا عموماً must وhave to مضيهم have to ولكن لو رجعنا بالجملة للبريزنت فأكيد طبعاً كان الكلام هنا I have to work طبعاً until late at night لو هي present يعني في الباست بقت ماضي have بقت had Now I am only doing a few hours of work طبعاً أكيد تاني كلمة do مع كلمة work أحباي I am only dying تمام؟ بتكلم على البريزن طبعاً فيه كنتينيوتي فقلنا now am ودفعلي فيه ing a few hours of work a day فين في اليوم a day طبعاً زي كلمة per day لما أقول كلمة per يعني بتساوي a اللي هي في اليوم يعني لما أقول per مثلاً month يعني مرة في الشهر per day مرة في اليوم أنسوا عن أوكي؟ طيب بعد كده بنقول later فيما بعد as my son gets older طبعاً ابنها بيكبر get older لاحظوا هنا طبعاً كلمة get older بيبقى فيه أكيد تدرج تمام؟ فاستنى كلمة get I will increase the amount of work that I do I will increase جاي هنا طبعاً verb معناها سيزيد كلمة increase يزيد the amount كمية العمل كلمة طبعاً كلمة amount كمية of work that I do the problem with being a freelance worker is that كل دا زي ما قلت تاني كل دا بيعتبر فاعل للفرب بكلمة is the problem with being a freelance worker is المشكلة في أنك تبقى حر يعني أو عامل حر مش بتشتغل عند حد يعني you do not work for somebody that you do not always get regular work هو أنك أنت مباشي عندك شغل بشكل منتظم ليه؟ لأنه أكيد لو أنت تشغل في منظمة معينة أو في شركة هي بتجيبك الشغل أو تبقى أنت عارف إيه المطلوب منك بالضبط لكن طالما أنت a freelance worker يعني فأنت بحتاج أكيد أنك تدور على الشغل بنفسك فهنا بيقول المشكلة the problem هي أني you don't always get regular work هنا كلمة get يحصل على العمل أو عمل بشكل منتظم أكيد دي adjective صفة وكلمة work هي noun there are times when you can't work كلمة times طالما فيها إس أحباي يعني جيت جمع يبقى أكيد بيتكلم على عدد المرات عدد المرات when you can't work hard enough طبعا برضو هناخد القاعدة بتاعت صفة enough طالما أنا قلت طبعا you can't work هنا أكيد كلمة hard جاية adverb حال تمام؟ وبعد كده كلمة enough to muster طبعا هناخد القاعدة دي إذا كان حال أو صفة بحط كلمة enough to زائد مصدر ليه قلنا حال أحباي؟ عشان جاية بعد verb طبعا بقول you can't work hard enough لا تستطيع العمل بجد أو بشكل كافي to live comfortably طبعا إذا كنت حر في العمل بتاعك فممكن ما يكونش عندك عمل يكفي إنك أنت يوفر لك الداخل لك تعيش بشكل مريح فكلمة comfortably أكيد دي بالنسبة لنا adverb أو حال بشكل مريح also it can be أيضا ممكن يكون الكلام ده hard طبعا to make money ولاحظوا كلمة make money إنك أنت تحقق أو تعمل ثروة أو تكون مال make money خدنا كلمة do work لكن أكيد make money تحقق ثروة أو تجمع مال and look after my family طبعا برضو ده phrase of verb look after اللي هي يعتني be دي كانت تجربة women كلمة الأول نخش على شخص تاني اللي هو speaker to بيقولي when I was younger كل الكلام ده في الباست طبعا when I was younger لازم أكمل لما كنت صغير إيه اللي كان بيحصل I worked such طبعا اشتغلت such long hours that أكيد طبعا كلمة hours هي النون وخدنا طبعا الصفة خدنا ساعات طوال كلمة long دي adjective فهنيجا عند القادة ونقول إن such صفة اسم that such صفة زي كلمة long اسم زي كلمة hours أو hours وعي كده ذات وكمل جملة كاملة هنقش الكلام بلتفصل إن شاء الله لدرجة أن I didn't have any time to myself أكيد طبعا didn't have هي كان أصلها I had had time had نفيها على طول didn't have I didn't have any time وطبعا any أكيد هي النفي الكلمة some يعني كان لو مثلا بيقول I had some time to myself وركزوا هنا to myself حرف الجارة بالنسبالي to فقلت إيه؟ في النفي had بقت didn't have some بقت any فقلت I didn't have any time to myself the best thing about freelance work is أهم أو أفضل شيء في العمل الحر هو that you can choose your working hours أكيد طبعا لو أنا بشتغل حر فأنا ممكن أشتغل أو يعني أدور على الساعات اللي ممكن أشتغل فيها أو أختارها بحرية شوية يعني لو كان مثلا العمل الطبيعي لو في شركة أو في مكان مثلا اشتغل مثلا من 8 مثلا ل 2 تمام ده بالنسبالك you do not work for yourself يعني لكن لو أنا بشتغل طبعا يعني run my own business بدير عملي بنفسي أو a freelancer فأكيد طبعا هيبقى بالنسبالي فرصة to choose my working hours أختار ساعات العمل الخاصة بي when you don't have to go to an office each day طبعا من ضمن المزايا كمان أنك أنت مش مضطرة تروح المكتب أو الشغل كل يوم you don't have to طبعا بالضبط كده يعني you needn't you needn't فلما أقول you don't have to بتساوي بالضبط you needn't لطبعا all days أنا بقول each day هي بعينها بالضبط كده كلمة all days يعني طوال أو كل إلى أيام you can manage your time ليه بقى لأن في الوقت ده you have the chance أو the opportunity to manage your time أنك أنت تدير وقتك تنظم وقتك تقول مثلا إحنا قلنا في الطبيعي لو أنا هروح الشغل فممكن مثلا ملتزم بوقت معين زي ما قلت مثلا فترة صباحية بمثلا من ثمانية لتنين مثلا لكن لو أنت freelancer فأنت you can manage your time يعني choose the time when you work تختار الوقت اللي أنت ممكن تشتغل فيه أو لا because you are working for yourself إحنا اتفقنا work for يععمل لحساب طبعا وخدنا قبل كده كلمة work on وأنه يعمل في مشروع وخدنا كمان work as a طبعا يجي بعدها الوظيفة work as a teacher work as an engineer and so on تمام فهنا بيقول because you are working for yourself تعمل لحساب نفسك زي ما قلت بالضبط you are your own boss أنت مدير ذاتك you can make your own time table إحنا خدنا من شوية do work وخدنا make money وهنا برضو make time table make time table إنك تعمل جدول تمام كده فالجدول ده طبعا أو تحط طبعا توقيتاتك من الساعة كده للساعة كده هعمل كده هزاكر كده كطلبة طبعا واحدة مثلا هشتغل كده فطبعا ده بنسبلنا برضو make time table make time table وخدنا كلمة manage time manage time اللي هو بيسموه إدارة الوقت إدارة الوقت اللي هو طبعا time managing your own time table but of course it is very important that من المهم جدا ذات إباء تفقنا شايفين كده كل مهر بحط كلمة ذات بجيب جملة كاملة that you get the work done on time إيه بقى التركيبة دية ده درس قصد فهناخدوه إن شاء الله في الواحدة العشرة بعد كده هتلاحظوا أنه عندي كلمة get تمام كده طبعا أو ممكن verb زي verb have وبعدين object المفعول تمام وبعد كده التصريف التالت البي بي وكمل الجملة فالفكرة بتاعتنا you have the work done أو you get the work done هنا معناها إنك مش بتأدي العمل بنفسك لا إنت بتخلي حد يأدي هذا العمل يعني بالضبط كده زي ما كانك بتقول مثلا I آآ مثلا got كماضي زي بالضبط I had I got مثلا علي تمام لو قلت I got علي يبقى to do يعني أنا خليت علي to do مثلا سواء سواء يعمل كذا أو I had إذا كان got ماضي بقى had برضو ماضي ونفس الكلام الشخص علي مثلا يبقى على طول do مصدر I had علي do الناس تستغرب إزاي علي تمام بالنسبة لي المفروض تبقى does لكن طالما أنا استغرمت كلمة have هنا يبقى خليت علي يعمل فقلت I had علي do أو I got علي to do يبقى الverb get بعدين to زي مصدر طبعا get somebody to do something لكن have somebody do something يعني get مفعول to مصدر لكن have مفعول مصدر بدون أي إضافات تمام لكن هنا بالنسبة لي بقى مش أنا خليت شخص يعمل كذا لا ده هنا أنا أخدت العمل أو الشيء اه تم فقلت بقى قلت you get ادي كلمة get عندي أو قلت بدلها بhave هنا بقى the object مش شخص نفسه لا ده شيء you get تصريف كام تالت on time طبعا قلنا في الوقت المضبوط في فرق طبعا زي ما قلنا كلمة in time وكلمة on time on time يعني تماما الساعة المحددة بالضبط لكن in time يعني بتبقى before or after ولكن طبعا بشكل تقريبي بتبقى في الوقت المضبوط ولكن قبل أو بعد بدرجات أو دقائق مثلا قليلة you must meet the deadlines آه لما تخلص في الوقت المضبوط يبقى على طول you must meet وحلو قوي التعبير ده meet the deadline deadline أحباي هي المدة أو الفترة اللي السيادتك مطلوب منك فيها تسلم عمل يعني لو قلت مثلا أنا مطلوب مني مثلا أن أنا أسلم شغل مثلا ساعة تمانية الصبح مثلا بكرة تمانية ده آخر معاد فبسميه deadline يبقى كلمة deadline اللي هي آخر معاد تمام المهم كلمة meet the deadline إنك تسلم الشغل في الوقت المضبوط بنسميها كلمة دايما meet the deadline بعد كده دي تجربة شخص التاني التال بيقول اللي هو speaker 3 بيقول when I moved away from the city I was working in طبعا moved away بالضبط زي كلمة عزلت يعني من المدينة I was working in اللي كنت شغال فيها هي نفس القصة بالضبط لما تقول the city which I was working in الناس هتركز أدي كلمة which وعندي طبعا حرف الجرف الآخر فقلت عزلت من المدينة اللي أنا كنت بيشتغل فيها تبقى which I was working in طبعا لو أنا شغلت كلمة إن هنا يبقى ما ينفعش كلمة which ساعتها بقى تنفع كلمة where تبقى when I moved away from the city where I was working where I was working I had to make a difficult decision هنركز تاني في استخدام كلمة make مع كلمة decision يتخذ قرار اتفقنا قبل كده قلنا make time table make decision make a difference make mistake تمام واخدنا كلمة do work تمام واخدنا كمان make money فنركز قوي في استخدامات كلمة make أو الفرق بينها وبين كلمة do فقلنا I had to كنت مضطر كان أصلا ما قلت المضارع كان have to I had to make a difficult decision اضطريت إن أتخذ قرار صعب إيه هو بقى القرار either to find a new job إما أو كلمة either or إما أو either to find a new job or to carry on استمر في العمل لنفس الشركة لحظوا هو كان شغال في مدينة معينة وعزل فيترى بقى يشوف وظيفة جديدة ولا يستمر في نفس الشركة اللي كان شغال فيها عشان كده بيقول either to ركزوا كده إما أو either to find تو طبعا مصدر either to find a new job ألاقي وظيفة to find a job or to carry on يعني يستمر to carry on working طبعا carry on بعدها بفعلي فيه ING أو جيرند to carry on working for the same company أشتغل في نفس الشركة but freelance هو طبعا في الآخر يمكن قرر يبقى freelancer إن هو يعمل عمل حر ما يشتغلش في شركة I am a book designer آه ليه بقى book designer قلنا يعني راجل بيصمم الكتب ممكن يصمم طبعا أغلفة الكتب اللي هو book cover so my job is one which can be done وظيفتي is one which عيدة على الوظيفة طبعا can be done ممكن أن تؤدى الناس تركز إن أصلها do job ما ينفعش أقول my job is one which can be made مثلا لو أنا عندي كلمة made هنا يبقى أكيد خطأ ليه؟ لأن كلمة done مرتبطة أو بكلمة job do job مش make job فبيقول my job is one which can be done طبعا almost anywhere تقريبا في أي مكان طبعا إذا كان ده مصمم لغلاف مثلا كدزاينر فأكيد طبعا في أي مكان هيبقى معاه الجهاز بتاعه إذا كان طبعا tablet أو laptop ويبقى معاه إذا كان في Internet ويبدأ يصمم الشغل بتاعه في أي مكان مش محتاج يعني يكون at an office يعني أو في مكتب بيقول بقى all I need is إحنا خدنا التعبير ده لما تكلمنا عن distributives قلنا كلمة أو في يعني حاجات كده دائما تبقى مرتبطة ببعضها اللي هي مثلا كلمة all I need اتفقنا تاخد verb is مش جامع all I need is كل اللي محتاجه هو a computer زي ما قلنا من شوية ومحتاج كمان the internet والإنترنت and I can do my job wherever I want to طبعا إذا كان في الانسر ومعاه الأدوات بتاعته his tools اللي هو الكمبيوتر والإنترنت فممكن يؤدي his job في أي مكان wherever I want to I need to travel to meetings محتاج طبعا يسافر لإجتماعات but I can take my work with me أكيد ياخد شغله معاه ليه؟ لأنه الأدواته طبعا تبقى سهلة في الحمل أن ياخد معاه مثلا الكمبيوتر أو اللاب توبل بيسمع عليه الشغل بتاعه وهي طبعا يكون مواصف الانترنت دي حاجة سهلة جدا ينتقل بها من مكان لمكان بيقول I can take my work with me when you are a freelance worker you can choose where you want to do your job هنا الرجل ده بيأكد على يعني بيقول الفكرة كلها في أن أنا يعني ممكن أخد شغلي لأي مكان وطالما أنت a freelancer you can choose where تقدر تقدر تختار أنت تشتغل فين طبعا دي بالنسبة لنا buoyant يعني نقطة كويسة جدا في صف أو في صالح أنك تبقى freelancer تمام؟ لكن طبعا أكيد احنا قلنا فيها بعض العيوب أنك أنت مش هتهصل على الشغل اللي أنت عايزه طوال الوقت الشركة بتوفر لك الشغل طيب نخش على speaker 4 بيقول I am a freelance project manager الرجل ده مدير مشروعات يبقى كلمة manager قلنا مدير تمام؟ for a big organization طالما أنه شغال ل a big organization لهنا بالنسبة لنا شركة أو منظمة شركة كبيرة تمام؟ لحظته manager for لأنه يعمل لحساب a big organization I work on هنا work on أكيد بيشتغل في مشروع lots of different projects مرتبطة أو بكلمة project أقول مثلا I work for an organization I work on lots of different projects يبقى work for للمكان لحساب المكان لكن الحاجة اللي انشغال عليها دلوقتي زي مثلا العلماء بيدوروا أو they are working on a vaccine مثلا for coronavirus يبقى بيعملوا على إيجاد تمام؟ vaccine اللي هو لقاح أو مصل لcorona virus فهي نفس القصة I work on lots of different projects بيشتغل في مشروعات كتيرة تمام؟ the best thing about working freelance is كل واحد طبعا بيسكر مميزات والعيوب بيقول I can't choose exactly بالضبط اختار بالضبط which project أو which projects to take on أنهي مشروعات أنفزها أو أتولاها أو أكون مسؤول عنها المشروع بالضبط اللي أنا ممكن أكون مسؤول عنه I find my own clients طبعا طالما freelancer يبقى من ضمن مهامه أنهيلاقي هو بنفسه يلاقي العملاء أو الزبائن بتوعه يبقى لازم هو يدور على العملاء بنفسه كلمة own يعني خاص بيه طبعا اللي هم خاصين بيه يعني مش هتففرهم شركة so I usually look for ones أو the ones طالما هو عليه أن يختار فبيقول أنا متعود أن look for أبحث عن وخدنا من شوية كلمة look after قلنا يعني تاني بي تمام the ones ones هنا أحببا مرتبطة قوي بكلمة يعني يدور على العملاء the ones هو يقص العملاء that that provide the most interesting projects هو طبعا رجل يعني طالما هي حر نفسه فيدور على المشروعات اللي يكون فيها هيبقى تكون بالنسبة له interesting تكون مسلية أو شيقة أو ممتعة بمعنى صح يكون ايه مشروعات ممتعة عشان طبعا يأدي شيء بيحبه يعني the disadvantage of طيب هو قال المزايا أكيد طبعا فيه نقيض اللي هو the disadvantage of this is that النقيض أو عيوب هذا الشيء يبقى كلمة disadvantage ليه عيوب that you can't always find new clients آه إيجاد العملاء مش شيء سهل لأن دايما العميل أو الزبون بيدور على كيان أو شركة قائمة بذاتها لكنك تبقى freelancer فطبعا انت هتدور على العملاء أو الزبائم بتوعك بنفسك you can't always find new clients مش هتلاقي عملاء بسهولة to work with them طبعا شفتوا كلمة work with يعمل مع ثريق احنا خدنا كلمة work for قلت work for يعمل لحساب الشركة مثلا وخدنا work on قلنا يعمل فيه مشروع وخدنا work as يعمل وبعدها وظيفة ودلوقتي work with a team يعني انت شغال مع ثريق مثلا when you are freelance if you are working for an organization بيعمل مقارنة أو comparison فبيقول لو انت شغال في منظمة معينة they find the clients for you اكيد هما او في شركة يعني هما هي لقوا العملاء ليك مش محتاج انك انت تدور لكن طالما freelancer فانت هتدور على العملاء بنفسك the last one او اخر واحد بيقول i am a freelance accountant بالنسبة لنا الرجل ده محاسب فبيقول i like my job انا بحب وظيفتي but it sometimes gets lonely لكن احيانا طبعا بيشعر بالوحدة انا عن طبعا الفرق بين كلمة alone وكلمة lonely alone يعني بمفرده يعني بدون اي حد زي ما اول مثلا i did my home work alone عملت وجبي without any help بدون اي مساعدة يعني alone بدون مساعدة يعني by myself لكن طبعا كلمة lonely يعني يشعر بالوحدة يعني ممكن يكون قاعد وسط الناس كتير بس برضو feel lonely يشعر بالوحدة تمام فبيقول but sometimes gets lonely working on your own اه on your own هي بالضبط بتسوي كلمة alone انك تشتغل بمفردك alone it is more sociable when you are working on a work working in an office اه واضح كده احبائي انه كل واحد في الناس اللي تكلمه دول بيبص العمل الحر من وجهة نظر معينة بيقول المزايا ويقول العيوب فالراجل بتاعنا اللي بيتكلم دلوقتي المحاسب ده بيقول او بيبص بالجانب انك انت يعني تحب تشتغل مع ناس كتير على فريق ولا تشتغل لوحدك طبعا بيعتمد على الشخص فبيقول لو انت طبعا sociable ولاحظوا مش بس social اللي مرتبطة بالمجتمع على sociable يعني شخص اجتماعي شخص اجتماعي انك بتحب طبعا تكون مع الناس it is more sociable when you are working in an office also طبعا اكيد وانت في مكتب هيكون في صحبة في ناس معاك also freelance workers have to do their own accounts انك تبقى انت اصلا محاسب وعايز حد يقوم بالحسابات بتاعتك غادي طبعا تبقى مشكلة او تبقى ايا كان whatever the job ايا كانت الوظيفة فانت عايز حد يعمل لك حساباتك يعني خدنا من شوية مسلا مدير مشروع الراجل ده بالتاكيد عايز محاسب يعمل له المشروع بتاعه فبيقول هو بقى شايف مشكلة بيقول انك تبقى freelancer انك حر فانت محتاج حد كمان to do your accounts يعمل لك حساباتك فلاحظنا برضو do مع كلمة account do accounts يقوم باجراء حسابات يشوف طبعا دخل لك شغل ايه بمبلغ كزا صرفت كزا دي اسمها accounts طبعا for an accountant that is not a problem اذا كان الواحد اصلا محاسب فهي مش مشكلة انك تشتغل وفي نفس الوقت تجري حساباتك بنفسك فبيقول but i know other freelancer workers انا عارف طبعا في ناس تاني بيشتغلوا freelancers who find doing their job and doing their accounts is too difficult الناس دول بيلاقوا من الصعب ان هو يؤدي وظفته do job وفي نفس الوقت do accounts ويقوم بحساباته بنفسه طبعا ده بيزبالهم بيبقى too difficult for them to do بيبقى too صفة اللي كلمة difficult وبعد كده too مصدر صعب بلي فلان too difficult for them للناس دول او too difficult for علي to do too difficult for me to do قد يكون سهل حد تاني لك عشان كنا بحدد صعب المين difficult for me مثلا to do on their own فالناس دول طبعا بيلاقوا من الصعب جدا ان هم يؤدوا الشغل وفي نفس الوقت يعملوا حساباتهم بنفسهم on their own اتفقنا ليبا وطبعا بركز بقى في الضمرة من عكس ازا كان there فبتكلم بقول كلمة them وبعد كده حبقى كلمة themselves يعني بقى انفسهم اللي هي alone نفس المعنى يبقى كل الكلام ده زي بعضه لو قلت مثلا too difficult for them to do on their own او by themselves او to do alone نفس المعاني كلها واحدة شفنا كده ان احنا الوحدة بتاعتنا قرينا سريعا طبعا زي ما قلنا الوحدة بتتكلم على work life balance ازاي نقدر نعمل توازن ما بين شغلنا وما بين حياتنا واحنا مش موجودين في الشغل يعني فشفنا خمس اشخاص كل واحد تكلم من وجهة نظره على حاجة معينة اعتبرنا في advantages وفي disadvantages في مزايا وفي عيوب to be a freelancer انك تبقى يعني تعمل او تبقى حر نفسك تبقى your own boss او to run your own business انك تدرشي لك بنفسك اكيد في مزايا كتير جدا وطبعا اه هو موضوع ثاري شوية ممكن احنا كلنا نفكر في يعني وطبعا نبص كمان نظر مستقبلية يا ترى اه بالنسبة لكم كشباب ان شاء الله في المستقبل يا ترى would like to be freelancer ولا to work for a company or organization يعني تشتغل في حساب شركة ولا هتبقى حر نفسك طبعا you have to choose طالما عندك ال data اللي انت تبني عليها فانت شايف في مزايا وشايف فيه برضو عيوب لكل شي اه وده مش موجود يعني بس في freelancing لا كمان في الوظيفة الحكومية برضو او في حتى العمل الخاص برضو لمزايا وليه عيوب اوكي طيب احنا يعني كان كل الكلمات سهلة التمارين. تعالوا نشوف احنا حصلنا قد ايه من الكلمات داية. هلاء عندنا احد بقى على النص بتاع العموما. فهلاء عندي بيقول لي تخلص في شغل معين. ايه نوعات اذ? date or time. date تاريخ او time كواعد by which you must finish something. انك تخلص في شغل معين. يا ترى begin start headline ولا deadline. طبعا بديكم فرصة تختاروا. شو الطوار كلكم عارفين طبعا اللي هو deadline اللي هو الوقت اللي لازم تخلص في شغلك. تمام? طيب عندنا كمان جملة بتقول someone who pays a personal person or organization for services or advice is what? شخص بيدفع لشخص pay a person or organization for services الخدمات. or advice او نصيحة. يا ترى الشخص ده بيبقى assistant ولا seller ولا client ولا manager. النص تخلي بالها شوية ان كلمة pay. الباست بتاعها طبعا paid كفرب من نسبة لنا. صبتال كمان كلمة paid. اتفقنا ان pay for طبعا بتدفع مقابل خدمة معينة. pay for something. بتدفع مقابل شيء. لكن اكيد برضو pay to somebody بندفع لشخص. يعني مثلا في الباس بتدفع تماما تذكرة تبقى pay for the ticket. لكن تدي مثلا الفلوس للكندكتور الكومساري فتبقى pay to. يبقى pay to بعدها الشخص. لكن pay for مقابل الخدمة او الشيء نفسه. اللي هو something. فهنا بيقول someone who pays a person بيدي شخص. او منظمة شركة. for. طبعا لاحظته حد يقول لي فين حرف الجر. اه. for. تعمل كده? يعني pay to a person or organization for services. الخدمات. او مقابل نصيحة لان في مكاتب استشارية. تستشرف حاجة معينة. از ايه. اللي بيدفع دايما هو. ال client. ال customer. الزبون او العميل. تمام كده يا حباي? yes. الجملة بعد كده بتقول. working independently for several different organizations. مين زوعت? طبعا في كلمة independently. شايفين كلمة depend يعتمد على. یعني شخص. معتامد على. يعني ب مودارش يقوم بشكل مستقل بشغله على طولنا فينها قلنا independently. يبقى العمل بشكل مستقل. reduced education compliant. العمل بشكل مستقل. For several different organizations. انك تشتغل. ليس تغل Tackie او الكسير من كسير من المنظمات مينز مينز بقى ايه? اذا كنت يبقى على طول ده المعنى بتاع الكلمة نفسها او يبقى هو انك تشتغل بشكل حر او بشكل مستقل آآ لشركات متعددة اوكي? عندنا كمان جملة بتقول مجموعة من الاشخاص لهم غرض معين كلمة يعني غرض محدد لهم غرض محدد زي مثلا بيزنس معين اللي بيجمعهم هو البيزنس يبقى دي بالتأكيد منظمة اللي هي كلمة اللي هي ممكن تبقى برضو زي كلمة هنا برضو نفسه معنا كلمة اللي هي شركة منظمة او شركة او كوربريشن اللي هو اتحاد شركات تمام? آآ to start being responsible for means. طبعا انك انت تبدأ انك تكون مسئول عن responsible for جات في القطعة خدنا كلمة take on انك انت تبقى responsible او مسئول. آآ الراجل بيقول to take on بيزنس يعني اكون مسئول عن بيزنس شغل تمام? فresponsible for مسئول عن بتسوي كلمة take on. space means friendly and likes to be with other people. friendly دي بالنسبة لنا على فكرة صفة منتهية بي بي ال واي يعني ودود او طيب. likes to be with تحب دايما ان تكون مع other people مع الناس. يبقى على طول يا ترى انت social ولا sociable ولا introvert والextrovert طبعا احنا قلنا كلمة extrovert يعني شخص شخص انبساطي. وانتروفيرت شخص انطوائي. لكن طبعا هي الصحة كلمة اللي هو شخص اجتماعي. يعني يحب دايما يكون in a company. آآ سوري in company. يعني في آآ صحبة او في شلة. اوكي? طبعا في فرق a company تبقى شركة لكن in company على طول من غير تلقى تبقى في شلة او في صحبة. تمام? يبقى. طبعا حاجة فات اكرار. تمام? وبشيء عادي في انتظام طبعا فاخدنا كلمة regular دي صفة واكيد طبعا كلمة regularly. اللي فيها اللي واي ده الحال. يعني تؤدي شيء بانتظام. ده منتظم. واكيد طبعا regularly بانتظام. تمام? آآ number eight بتقول some graduates بعض الخريجين. يبقى graduates يعني خريجين. ما لهم? think that it is harder. انه من الصعب to not work today than it used to be. الناس تركز طبعا آآ 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 القاعدة بتاعت use to وبعدها مصدر يعني اعتاد على فعل الشيء فين? في الماضي. تمام? يعني use to دايما بعدها مصدر بتعبر عن عادة في الماضي. فبيقول بعض الخريجين الجدد يعني the new graduates think that it is harder to نوعة work. انك تحصل على عمل او وظيفة. today هذه الايام يعني these days او nowadays than it used to be عن الماضي. طبعا كلنا عشان نلاقي شغل يبقى اكيد كلمة get work. get work اللي هي هنا. طيب لو انا مسلا قلت job يبقى اكيد to get a job. واحنا كنا عارفين الفئة بين كلمة work وكلمة a job. طبعا اجوب لها جامعة اللي هي تبقى jobs لكن work اكيد ما لهاش جامعة. تمام? get a job. او find a job. يبقى get هنا كلمة بالضبط كلمة find. تمام? في حتة كمان مهمة احباي بقالة بتاعت use to be. لما اقول مثلا. he used to smoke. الناس تركز ان الكلام ده يعتبر فين? في الماضي. he used to smoke. يعني كان بيدخن في الماضي. ده معنى كده ان دلوقتي. he no longer does. he no longer ايه? does. ما بيدخنش دلوقتي. no longer does. او he doesn't smoke anymore. لكن لو قلت مثلا. he used to be. مثلا. a teacher. can. بيشتغل المعلم. but now he yetera doesn't ولا isn't. اكيد طبعا. اختار على حسب الفرب هنا. be. يبقى هنا بالنسبة لي. يكون. تبقى isn't. he used to be a teacher. but now he isn't. او he no longer is. نفس المعنى ده. او الجزئية الخاصة دي احباي. اللي هي بتاعت now he isn't. هي بعينها. he no longer is. كل اللي عايز اعملو هنا. ان عايز اعجز بانتباهكم ان فيه فرق بين كلمة does. وكلمة is. بيجب في اختياري. يعني يقول لك هي بقى. he used to smoke. مثلا. او he used to smoke heavily. كان بيدخن بشراها. but now he no longer ويديني choices. يترى does ولا is. ويسيبها لي كده. فانا بارجع ازاي. اقول اه. he used to smoke. ده كان verb. action. حي كان بيعملها. يبقى اختار verb to do. he used to smoke. but he no longer does. لكن لو قال he used to be a heavy smoker. he used to be. يعني مدالما كلمة smoke حط verb to be. he used to be a heavy smoker. كمدخن شرح. اقول he no longer is. he no longer ايه? is. لان تيجي اختيارات دايما بين does و is مع القالب بتاعت use to. مباش عارف. فانا اكيد لو هو بيتكلم على verb to be في الاول. يعني مسلا he used to be. يبقى على طول برتبط بكلمة is او كلمة are ايا كان طبعا. لكن ازا كان بيتكلم على اي فعل تاني فما استغرم طبعا do او does بديل ليهم. اوكي? نرجع تاني ونقول ان كان هنا اختيارنا كلمة get work او get a job. اللي هي يحصل على وظيفة زي بالظبط كلمة find. عندنا كمان the United Nations اللي هي الامم المتحدة كمنظمة يعني. is an important. انا لسه المنظمة. يبقى اكيد كلمة organization. اللي هي منظمة. that works all over the world. تعمل في كل انحاء او ارجاء العالم. عندنا كمان number ten بتقول your brother is very space. he likes talking to everyone he meets. حب يتكلم معه اي شخص بيقابله. اذا كان بيحب يتكلم مع اي شخص بيقابله. يبقى اكيد الشخص ده sociable زي ما اتفقنا. بنأكد لها تاني ان هو شخص اجتماعي بيحب. طبعا يكون في صحبة. my father will be late home today. because he has a meeting with an important. بابا طبعا هيتأخر النهاردة. عشان عنده اجتماع مع مين بقى? يترى مع client ولا killer ولا deadman ولا toddler. خدت الكلمة اللي بيكده كلمة toddler معناها طفل يحبو. تمام كده? طفل صغير يعني. لكن طبعا عنده اجتماع مع عميل اللي هو customer اللي هو زبون. تمام? يبقى هنا كلمة عميل. اه جملة بتقول اه منال has to finish the work tonight. because there is an important space tomorrow morning. اذا كانت مضطرة has to هنا مجبرة. وغزبا عنها بقى يعني ايه? يعني هنا she is forced to do something. مضطرة تعمل الشيء. because there is a اكيد طبعا فيه deadline يعني فيه وقت عنده لازم تسلم الشغل. اللي هو المعاد النهائي. المعاد النهائي. انك انت تسلم شغل معين. تمام? اللي هو deadline. لكن مش deadline طبعا عنوان رئيسي في صفحة انسوا عن. تمام? اه عندنا كمان it is good to do space exercise. so I go running every day. طبعا اذا كنت باجري كل يوم فبعمل طبعا التمارين بشكل منتظمة. طبعا اذا كنت بتكلم على اسم يبقى اكيد هياخد كلمة regular exercise. regular exercise. تمام? اه طارق is not employed by the computer company. يعني اه is not employed. خلي بالكم مبناء المجهول is. وتصرف كبام تالت. يعني مش موظف او مش معين بشركة الكمبيوتر. he is a. اذا كان مش معين يبقى بتاكيد ده طبعا شغال حر. يبقى اكيد free lance worker او free lancer. انا ممكن طبعا اشيل كلمة. اه هنا طبعا صفة لكلمة worker. لو شلت worker تبقى is a free lancer. بحط لها اوكي. كمان اه more sentence. اه لما نقول مثلا the company has an accountant. الشركة. فيها طبعا محاسب. to do the company. طبعا بيعمليه في الشركة المحاسب. اكيد مش ال washing up ولا الفلايز ولا ال laundry. اكيد هو طبعا بيعمل حسابات الشركة اللي هي do accounts اللي هي يجري الحسابات. تمام? اكيد طبعا احبائي اه الواحدة لسه فيها كتير. وام يعني اه احنا اكدنا ان احنا اه هنخلص ان شاء الله بالتفصيل ما تتلقوش. ولكن زي ما قلت نحطوك طبعا ماجهة ان شاء الله على الفيديو لما نشوفه طبعا فيه هيبقى موجودة على اليوتيوب. وكمان هكمل شرح باذن الله عشان خاطر ننجز الحاجات ده كلها. اه وهتقدر تابعونا هنا وانلاين باذن الله. اوكي? اه نقص ان شاء الله سنقوم بها قيمة 5. هنكمل واحدة الخامسة. وهنناقش فيها ان شاء الله جزء الخاص بالريدين. واناقعا جزء الخاص بالجرامر. وانتل ذا تلك الوقت وانا احنا احنا.